أهم بنك مركزي في العالم بداخله تجدون ثروات لا تقدر بثمن قد تعيد الحياة لكوكب الأرض في حال وقع كارثة تهدد فناء البشرية إنه قبوز فالبارد أو قبو يوم القيامة تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب هنا في جزيرة سبيتسبيرغن الواقعة ضمن أرخبيلس فالبارد النرويجي وعلى بعد 1300 كيلومتر من مركز القطب الشمالية يقع قبوز فالبارد لبذور النباتات مكان تم اختياره بعناية وذكاء مكان بارد جداً لا يتأثر بالزلازل أو البراكين حتى القوى النووية لا تجدي معه نفعاً تم تصممه على ارتفاع 130 متراً فوق سطح البحر ما يجعله آمناً عند حدوث أي ذوبان للثلوج بداخل هذا القبو ثروات أغلى من الذهب فهذا المكان يحتوي على مليون ومئة ألف عينة بذور بما يعادل مليارين وخمسمائة مليون بذرة من ستة آلاف نوع من النباتات قادمة من تسعة وثمانين بنكاً حول العالم للحفاظ عليها من الحروب والأمراض والكوارث الأخرى المخزن الزراعي الضخم يجمع كل دول العالم حتى المتحاربة منها فهنا ستجدون صندوقاً للبذور الروسية وآخر للأوكرانية حتى كوريا الشمالية تحتفظ ببذورها هنا وهناك رف وحيد فارغ يعود لمدينة حلب السورية التي استعادت بذورها بعدما دمرت الحرب مخزونها الاستراتيجي من الحبوب قبوز فالبارد تم افتتحه عام 2008 وصلت تكلفة بنائه لتسعة ملايين دولار سهمت ثلاثون مؤسسة دولية في إنشائه أما مساحته فهي ألف متر مربع للقبو خمسة أبواب فولاذية مشفرة لا يتم فتحها إلا بضع مرات في السنة للحد من تعرض مخزوناته للعالم الخارجي تحفظ العينات عند درجة حرارة ثابتة تبلغ سبع عشرة درجة مئوية تحت الصفر وهي كافية للحفاظ على البذور آمنة لمدة مئتي عام على الأقل البذور هنا توضع داخل أكياس ألمنيوم بثلاث طبقات كما توضع عليها رموز لتدل على بنك الجينات والحبوب القادمة منه وعندما تحين الحاجة إلى تلك البذور يتم سحبها واستنسخها جينياً لإنتاج حبوب أكثر وتغذية سكان الأرض في حال وقوع كارثة لا تحمد عواقبها ترجمة نانسي قنقر